بهدف إعادة الألق لليرات السورية ودعمها وتخفيف العبء عن المواطن السوري الذي أجهدته سنوات الحرب كانت المبادرة الوطنية ليرتنا عزنة هذه المبادرة السورية بامتياز حيث بدأ أصحاب المهن بعرض خدماتهم مقابل ليرة سورية واحدة فقط انطلق الشباب على كافة شرائحهم العمرية وعلى اختلاف اختصاصاتهم بدعم الليرة أيضاً من خلال الدورات التدريبية بعضها المجاني بالكامل والبعض الآخر مقابل ليرة سورية واحدة فقط نحن من الأشياء اللي لازم نقدمها للشباب السوري وبالأخص الأصحاب الاختصاص يعني اللي عم يدرسوا نفس الاختصاص ممكن هاي تكاليف الدورات بصراحة اليوم مجهدة بالنسبة للأهالي أو حتى للطلاب فنحن ندعم بهذا الموضوع ونقدم لهم هاي الدورات فنحن نكون جزء من الأشياء اللي عم تطور سوريا لأنه كل ما طورنا نحن الشباب السوري كل ما كانت سوريا صار في عندها شباب واعية فهذا الشي رح يساعد بذهاب الأزمة والوعي يعني يصير أكتر وأفضل فإن شاء الله نكون نحن يعني من الناس اللي دائما صباقين لهاي الدورات والأشياء سمعت بالحملة واجت سجلت بليرة وهي حقيقية على الأرض الواقع فأنا نشرتها بين رفعاتي عشان نساهم فيها وغيرنا يستفيد منها فكانت فعلا حقيقية على الأرض الواقع واجت عدد من الشباب يعني والطلاب كتير سجلوا فيها لأنه بتساعدنا فعلا في شباب وصبايا ما بدروا يسجلوا فهي كانت مناسبة بجميع الأوقات والتكلفة وكانت فعلا حقيقية هاي الدورات بالوضع العادي هي دورات مكلفة ما أنا دورات رخيصة يعني أقل دورة منهم مكلفة كيف عددك شخصيا؟ أنا بالنسبة لي أنا سجلت أربع دورات فيها دورات عبارة عن برمجة ICDL الأي بلاس اللي هي دورة سيانة والنتورك بلاس اللي هي دورة شبكات هاي الدورات كانت ممكن تكلفني مبلغ منيح يعني ما يقارب المئة ألف فأنا استفدت منها عن طريق عرض أنها هي أربع ليرات كل دورة ليرات الشيء لح يساعد بدعم الاقتصاد للبلاد والأخص الدورات التعليمية اللي شاركت أكيد لح تساهم نشر العلم بالبلاد أكيد اللي ما قدرته يسجل اللي حسجي وبدعي أنه اللي ما شاركوا أنه يشاركوا مشاعر يعززوا من اقتصاد البلاد ويدعموا الليرات شيوخ الكار أيضا قالوا كلمتهم في هذه المبادرة وعمدوا لتخفيض أسعارهم مقابل ليرات سورية واحدة فقط موضحين أن كل شخص بإمكانه من مكانه وحرفته أو مهنته قادرون على دعم ليراته السورية ودعم اقتصاد وطنه عم نلاحظ أنه كل الشعب السوري متفاعد بهي المشروع الوطني والاقتصادي وفعلا فعلا هبطت من قيمة العمل الصعبي ونحن هلأ بمشروع عم ترتفع الليرات السورية وإن شاء الله إذا منضل على هذا الموضوع مندور الموضوع الاقتصادي العجلة الاقتصادية والأرباح عم يعني نحن صحيح عم نربح قليل بس عم نبيع كتير تكافل شعبي مجتمعي أعلن وحدته وقراره بتقاسم الهموم والأرزاق ضد كل أشكال الحروب والأزمات موقف سوري نادى بصوت واحد سوريا تجمعها المحبة وأقوى من كل أشكال الإرهاب وكل المحاولات الهدفة لتفريق شعبها ونشر الفتنة بينهم اشتركوا في القناة